جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي التأكيد على ضرورة تحلي كافة الأطراف في المنطقة بالحكمة والمسئولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان محذرا من خطورة استمرار التصعيد مما لذلك من تبعات جسيمة على شعب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية جاء ذلك خلال اتصال الهتفي الذي طلقه الرئيس السيسي من الرئيس الكبرسي نيكوس خريستو دوليدس والذي شهد تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائي كما أكد الرئيسان التزامهما بألية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتهما الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمية ومن جانبه ثمن الرئيس الكبرسي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم مشددا على حرص بلادها على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات إسرائيلية عنفة وأوضحت مصادر اللبنانية أن الغارات أدت إلى ضمار هائل لا سيما في منطقة برج البراجنة والكفاءات والليكي ومشيرة إلى انهيار أربعة مباني جراء القصف الإسرائيلي بتلك المنطقة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 36 شخصا وإصابة 150 آخرين حصيلت الغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 الساعة الماضية وأكدت الصحة اللبنانية ارتفع ضد ضحايا العضوان الإسرائيلية المتواصلة على البلاد منذ الثامن من أكتوبر الماضي من العام الماضي لتصل إلى 2119 قتيلا وأكثر من 10 ألاف مصابا نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عادت منازل في منطقة التوام شمال قطاع غزة يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه الدبابات الإسرائيلية توغلها في عمق جبالية بشمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف المخيف مع أصفر عن شهداء ومصابين طلب المكتب الأعلامي الحكومي بقطاع غزة المنظمة الدولية بحماية مستشفيات كما العضوان والأندونيسي والعودة وأكد المكتب الأعلامي رفض تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء محذرا من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطببي استشهد فلسطيني برصاص وحدات خاصة إسرائيلية عقب محاصرة منزل ببلدة عقابة شمال مدينة طباص بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن فصائل فلسطينية تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بقوات إسرائيلية متوغلة بالمدينة عقبتها اشتباكات مسلحة عنيفة قبيل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المدينة ورياضيا وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي الحادي عشر والخامس عشر من أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الفين خمسة وعشرين وذلك بالمغرب واكتملت صفوف المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين وانضمام الخماسي محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود صابر